الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد نتكلم اليوم عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر وسنتحدث عن العناصر الآتية معنى الإيمان بالقدر الأدلة مراتب القدر أنواع التقدير ثمرات الإيمان بالقدر معنى الإيمان بالقضاء والقدر اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود تعريف لهما في الكتاب أو السنة كما عرف الإيمان والإسلام والإحسان وغير ذلك وقد عرفه بعض أهل العلم بقوله هو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله وقدره وأراده الأدلة على القضاء والقدر نقلية من الكتاب والسنة قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وفي صحيح مسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله كما حكاه النووي وغيره والإيمان بالقضاء والقدر أمر معلوم بالفطرة ولم ينكره إلا الشواذ من مشرك الأمم وكان معروفا عند العرب في الجاهلية في كلامهم وأشعارهم قال بعضهم تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر مراتب القدر للقدر أربع مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها مجتمعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق المرتبة الأولى هي مرتبة العلم ومعناها الإيمان بعلم الله الشامل فيجب على العبد أن يؤمن بأن الله بكل شيء عليم وأنه قد أحاط بكل شيء علم من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه عليم بخلقه وما يعملونه قبل خلقهم وعلم أرزاقهم وأجالهم وأحوالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وعلم أيهم شقي وأيهم سعيد وعلم من يكون من أهل النار ومن يكون من أهل الجنة علم بذلك كله تقيقه وجليله ظاهره وباطنه علانيته وسره بمبدأه ومنتهاه كل ذلك مطلع عليه وعليم به لا يخفى عليه منه شيء كما قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والمرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة ومعناها الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ وذلك في خمس تقديرات كما سيأتي قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبالحديث قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة ومعناها الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن مشيئته نافذة وإرادته كائنة وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والمرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق ومعناها الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء فما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بين ذلك إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها قال الله تعالى الله خالق كل شيء وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أنواع التقدير التقادير خمسة كلها ترجع إلى العلم وقد قسمها بعض أهل العلم إلى تقدير عام وتقدير مبصل فالتقدير العام هو التقدير الشامل الأزلي وهذا التقدير متضمن لكل المقادير الآتية بعد هذا التقدير وهو الذي قد سطر في الكتاب الذي عند الله أزلاً قبل أن يخلق السماوات والأرض فأول ما خلق الله تعالى القلم أمره بالكتابة فجرى وكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لق وأما التقدير المفصل فقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير اليومي التقدير العمري وبعضهم يقسمه إلى قسمين التقدير العمري حين أخذ الله المثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم بأنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة هذا التقدير يسمى أيضا بالتقدير البشري وقد أعرض عنه بعض أهل العلم لأنه يدخل في التقدير العام والثاني التقدير العمري عند أول تخليق النطفة في الرحم حين تكتب الملائكة بأمر الله تعالى كل ما يجري على الإنسان وهو في فطن أمه فتكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد كما قال الله تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومما يستشهد به أيضا من السنة حديث الصادق المصدوق في جمع خلق الإنسان في فطن أمه والثاني التقدير الحولي أو السنوي في ليلة القدر من كل سنة وهنا يقدر كل ما يكون في السنة إلى مثلها قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقضى فيها أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى والتقدير المفصل الثالث التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه قال تعالى كل يوم هو في شأن ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك الشأن قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وقيل في تفسير الآية شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويضحك ويبكي ويميت ويحيي إلى غير ذلك فمرات الإيمان بالقضاء والقدر للإيمان بالقضاء والقدر فمرات منها صحة إيمان الشخص بتكامل أركان الإيمان لأن الإيمان بذلك أو بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها كما دل على ذلك الكتاب والسنة والثاني طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة عندما يتعرض الإنسان للمشاقي والمتاعب قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإذا علم العبد بذلك سكنت نفسه واطمأن قلبه ومن ثمرات القضاء والقدر ثالثا الثبات عند مواجهة الأزمات واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصير لأنه يعلم أن هذه الحياة إنما هي دار ابتلاء وامتحان كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر متى ما احتسب الإنسان كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنها تدفع المؤمن إلى العمل والإنتاج والقوة فيأخذ المسلم بالأسباب ويتوكل على الله ويفوض إليه النتائج وفي هذا القدر الكفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد